طبعا كلنا تابعنا وشوفنا مبارح الجيل الدهبي هو بيمتع الجماهير برضو يعني مهما كبروا هم الجيل الدهبي الجيل مين فينا قدر ينساهم جيل السعادة جيل الفرحة الجيل اللي متعنا في 2006 و2008 و2010 جيل المعلم حسن شحات والحيان كان فيه أجيال تانية موجودة يعني احنا نتكلم كابتن عبدالسطار صابري موجود كمان يعني الأجيال كانت بتسلم بعضها يا جمان كابتن حازم يمامو الصقر وبعد كده في محمد ناجي جده وبعد كده فيه أجيال بتسلم أجيال وأخيرا طبعا كان الحاوي كان موجود وكان فيه تألق كبير جدا من كل اللعيبة كان فيه أداء حماسي وكانهم بيلعبوا فعلا في بطولة رسمية بحالة من الود وكان فيه روم منتدى وكان فيه تفاصيل كتير جدا في مباراة مبارحة جمعا حيانا المباراة مبارحة يا شازلي وإحنا بكوننا بنتكلم عنها في البداية وكنناش متخيئين حتى أن الأجواء هتبقى بالشكل ده الأجواء كانت حماسية جدا وكانت حلوة جدا واللعيبة أول ما نزلوا من الملعب شفنا بقى بينهم وبين بعض كده حماس في البلعب والفرق وهي كل واحد بيحاول أنه هو فرقته تكسب حتى الجماهير اللي كانت موجودة كان فيه تواجد جماهيري كبير جدا وكانت بقى شفنا قرقصي حضري وتشجيعات للحضري كمان حسام غالي أول ما بتدى ينزل كمية تسقيف من الجمهور اللي موجود رهيبة حتى يمكن تشجيع لكل اللعيبة وفجأة تلاقينا الجمهور عمال بيشجع ويلا وبيتعصى بقى كانها مباراة حقيقية بتديني ننسى خالص أنه في مهرجان وبتديني ننسى خالص أنها مباراة يعني والدية واللعيبة رجعت مرة تاني كده زي من قول اللعبة كده حتى بينهم وبين بعض والحماس تاني ابتدى كان فيه الحقيقة يمكن كمان تواجد جماهيري كبير جدا يا شازلي ابتدت خلاص الحماس عند الناس يزيد وابتدى كمان حتى بقوا حبين كمان يكونوا موجودين ومشاركين يمكن اليوم اللي قابله كان لسه التواجد ما كانش بهذا الزخم وبهذا الشكل بس طبعا مباراة بالفعل كان فيه تواجد جماهيري كبير ده بقى الهدف من المهرجان وجود هذه الجماهير الكبيرة اللي ليها قاعدة جماهيرية عريضة الناس دي جاي عشان الكباتن دي موجود وجودهم كان مهم جدا وجود الكباتن ليه الترويج ليه فعليات المهرجان بالمناسبة فيه ناس ما كانتش تعرف عن المهرجان جت للمهرجان المبارح لما لقيت النجوم دي موجودين فيه ناس كانوا جايين يتفسحوا عادي في العالمين بيتمشوا على الكورنيش سامعوا ان فيه تعليق سامعوا بقى المعلق وهو بتكلم بقى في السماعات الكبيرة بيقولوا الصقر واحمد حسن فدخلوا عشان يتفرجوا طبعا الحضور مجاني تماما اي حد كان موجود في هذه المنطقة ممكن يدخل ويتفرج ويتابع الفعليات من خلال المدرج والمبارات زي ما كانت جومانا بتتكلم كان اداءها كله اداء حماسي يعني لو هنتكلم مثلا على مبارات مبارح السقر كان فايز 7-2 يعني متخيلين نتيجة على فريق طبعا محمد فضل كان فايز 7-2 ففجأة كده فيرية منتدى من محمد فضل يجيبوا خمس اهداف مرة واحدة هو الشيتوس وبعدين يتعدلوا في الدقايق الاخيرة يدخلوا في ضربات جزاء السقر يضيع ضرب الجزاء في النهاية محمد فضل هو اللي فاز بالمبارات مبارح وراحوا بقى يحيوا الجماهير والجماهير بتهتف باسمهم صح يا شازي المباركة التلتيجتها عشرة تسعة طبعا لفريق كابتن محمد فضل وكان فيه كمان مباراة اخرى وكان لنا كمان لقاءات مع كابتن محمد فضل يمكن احنا مبارح عرضنا لقاء مع السقر طبعا كابتن احمد حسن كمان مبارح كان فيه لقاءات مع كابتن محمد فضل هم كانوا مبسوطين إن هم نفسهم هيقابلوا بعض لإنه كل حد طبعاً بقى عنده مشغولياته ومسئولياته وكمان مبسوطين إن هم هيرجعوا يقابلوا الناس تاني في المدرجات وبيتعاملوا فكرة فعلاً موجودين في مباراة حقيقية في استاد حقيقي بجمهور حقيقي حقيقي فعلاً الجو مبارح كان حلو قوي 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 وكانت الحماسة لطيفة جداً والطاقة كانت حلوة قوي والجو كان حلو قوي كل حاجة فعلاً كانت لطيفة جداً مهرجان كمان مختلف متعب أعيز أقول لك وأنا بسجل معاه طبعاً نهارد الكلام ده النهارده بيقول بقوله نفسك ترجع قال لي أنا كل يوم نفسي أرجع تاني الملعب وكان بين مبارح كان نفسه يلعب يعني عايز يسبت وجوده فعلاً في الملعب ومباراة طبعاً الكابيتانو كانت مباراة صعبة جداً وهنشوف طبعاً النهائي النهارده يعني احنا النهارده لازم نقعد كلنا ونتابع الناس الموجودين هنا في السحل الشمالي الموجودين في العالمين لازم يحضروا النهائي النهارده ولازم نشوف ونتابع المباراة لأنها فعلاً هتفكرنا بزمن الجيل الدهبي